اتمنى النادي المصري لان برضو الماتش الاخير المصري والاسماعيلي كان مهم جدا للفرقتين لكن فوز اسماعيلي دي برضو يعني صح الدنيا كده وحل الدنيا لجميع النادي اسماعيلي احنا في ارض ان ديها شعبية بحلوة بمرها بداي قولك اسلوحتواء احتناء اي حاجة انا في ارض ان ديها شعبية بدل دور الشركات اللي احنا فيه ده قلينا نتكلم بصراحة وبالتالي ده اللي بقوله بقى لحضرتك عن وجود بتوع الكرة في اتحاد الكرة حازم بركات في النموذج المصري كنت اتمنى ان شغلهم الشغل مش ملف المدير الفني شغلهم الشغل ازاي الكرة المصرية زي ما كنت بقول لحضرتكم تبقى محترفة حقيقية يبقى فيه يعني ايه لاعب ما يبقاش لاعب ومجند وطالب ازاي يبقى فيهم كامل حتى لو لم تستجيب الاندية بس يذكر التاريخ ان حازم وبركات لما دخلوا اتحاد الكرة وزي ما قلتلك في غياب الرجل اللي كان بيسحر لهم انا بريدها خلاص هما دلوقتي المستقبل يبدأوا الخطوة دي باننا عايزين دوري محترف زي كل العالم عايزين نعرف اه اندية المال السايب يعني ايه يا باشا في نادي عنده تلاتة ونص مليار جنيه محدش يعرف دخلوا البلد ازاي بدون انكم واندية كتير يعني وبالتالي ده كان يبقى ملفهم الحقيقة مش بس مدير فن الملف الاخر في واقعة ايهاب جلال وانا هسميها واقعة ايهاب جلال انهم يقولوا يعني ايه مصر يدربها تلات تنفار كل فريق في العالم الاستاف بتاعه مش اقل من عشرة وانا مسؤول عن الكلام ده امسحالك ترى مديري الصلاحية الكتن اهاب جلال يضم اي اه لا لا الصلاحية مش في الحاجات ده يا كابتن الصلاحية في انه هو يقول عايز كام عايز يأكل ايه لكن الصلاحية ان انا يدربني كابتن اهاب وكابتن احمد حسام اللي هو ميده بس مش ميده الكابتشوء ده الحاجة الوحيدة اللي ماشي صحة عارف ليه لانه ده لما اتعرض على كروش عارف سيفيو وعارف انه هو نجم دولي وكان ليه حاجات كتير اهوا مع منتخب مصر وعنده بعض الدراسات فراحوا اخده معاه وقالك انا كده بقى بقدم شغل للبلد دي بعمل كادر لكن انت عايز تقول لي ان احمد حسام ميده اللي هو مش ميده هيقول له يا صلاح ما تلعب ازاي يعني اذا كان اول حتة كلها حتة كلها تروح توصله يا كابتن لا يا كابتن ازاي كابتن في حاجات يا كابتن ما تنفعش لا يعني وانبقين بقى يعملوا ايه اذا كان جورديولا بجلالة ادرو جنبيه راجل واكل ودنه اسمه ترينر انا عارف امتى هيحلونا من حكاية المدرب العام دي مفيش حد اسم المدرب العام والمفاتش العام ده اللف نائب في الارياف لا يبقى اسمه الترينر الراجل الاول بعد الراجل الكوتش اسمه الترينر والبقى سطاف ده انت اينا عايز تجيب ده اينا كان المسميات بس هو ده دول مثلا محمد شغل ما هو اول تصليح اصلا انت حدك قلت ايه مثلا ان احنا مسلا عندنا حاجات معينة بتبقى بره مثلا لو اعلان خاص بمسلا لا لا الاعلان ده الاعلان ده لانه لا توافق مع الاديان وكذا فانت عندك برضو في الاجهزة الفنية حتى حتى في في حاجة اسمه المدرب العام لكن هو بيقوم بدور كبير جدا جدا مع المدير الفني ما هو بيقوم انا قلت لا ما تدينه بقى البوزيشن الصح لكن انت هنا اتولدت على ايد انه بدام هو المدرب العامي بقى المدرب بس تحت طوع هو طب المدرب ده نعمل ايه بقى نسميه له احد اسم المدرب المساعد ليه عشان هو اللي يكلمه هو لا احنا مش في ديوان عام الشارع العقاري استاذ عبد حبيد يا كابتن الكرة عايزة قلبه وقومه احنا تالنتد احنا اعلى جمهور في العالم احنا زكاء لا يوقارن احنا كنا بنحضر مع مدربين بيضايق وقت فريقهم عشان يتكلموا عن منتخباتنا حتى لو كذبنا حدث بالفعل انتو فيلم الخريطة فانت لما تيجي بتاع كورة وبنصق فيك ما تبقاش ليه عايز تعدل النظام يا كابتن فيه تلات مفرش تغلوك ما قلنا كده حتى لو عن نادي الان وكانت النقلة انه انظار على قد بيبو انا سمتها كده زي انظار على قد محضر انت فيلم اليوم الكامل او اخ موسماني الفانيلا ما بتلعبش لوحدية يعني ايه طبعا يعني ايه اللاعبة ما بتجيش النادي طوله النهار فيوفاجه والكابتن موح صلع كان ايه للكلام ده كده في التقارير وهو زكريا انه يعني ايه اللاعبة ما تجيش طوله النهار النادي فيقول لك اصيب يسهقه ليه عام من توراك ايه غير كده اللي هي عدلة الامور في نصابها اللي هي فاتوانة من حد على رأي اهاب ولا احزنون فانتو فيلم الكلام ده يعني قل يعني يا راجل اهاب جلال بيقول لك احنا جينا في وقت اللي هو عايزنا ندعيله يا عم دي املة دي املة بتقول لانا جاي في وقت صعب واصله يعني كروش حطينا في موقف حرج ليه عم اشلىها بالنهائي يبقى انت على طول اي مدرب في العالم بيجي وقول انا مش بس هكمل انا بقى اللي اجيب البطولة